الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس وبشر المحسنين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر ذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين هذه الآيات المباركة فيها فوائد عظيمة جداً أولاً يحثنا ربنا تبارك وتعالى على المسارعة على الأعمال الصالحة والمسارعة لنيل مغفرة الله تبارك وتعالى وللفوز بالجنة فقالوا سارعوا والإنسان ما أمر أن يسارع في أعمال الخير كما قال فاستبقوا الخيرات وقال الله تبارك وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم وفي آية أخرى قال تعالى وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فمتى ما وجدت باباً من أبواب الخير لابد أن تكون سريعاً في هذا الباب ما تتأخر أصلاً في أبواب الخير الصلاة، الزكاة، الحج فتح باب للنفقة، الإنفاق فتح باب للدعوة كل أبواب الخير لابد تكون أنت قدام أول واحد ما تتأخر وسارعوا ربنا قال إلى مغفرةٍ من ربكم وجنةٍ عرضها السماوات والأرض لأن التأخر والتكاسل عن فعل الخير هي من علامات المنافقين شكذا ربنا قال في صفاتهم قال وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَأُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا دين المنافقين كُسَالًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل صلاةٍ على المنافقين العشاء والصبح ولو يعلمون ما فيهما أي من الخير لأتوهما ولو حبواً رواه مسلم فالمؤمن يسارع ويسابق ولا يتأخر وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنةٍ عرضُها السماوات والأرض سبحان الله جنة عظيمة جداً جنة الله عز وجل عظيمة عرضُها العرض فقط ربنا قال السماوات والأرض السماوات السبع والأراضين السبع هذه عرضُ الجنة الجنة دي كبيرة يا أخوانا كبيرة جداً حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بابها باب الجنة كما بين المدينة واليمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البواب بس قال وَإِنَّهُ سَيَأْتِ عَلَيْهِ يَوْمٌ كَذِيِّظٌ مِنَ الزِّحَام الجنة كبيرة جداً ودرجات نسأل الله تعالى أن يُدخِلَنا الجنة عرضُها السماوات والأرض أُعدَّت جنة مُجهَّزة الآن جهز الجنة خلقها الله تبارك وتعالى ولا تفنى أبداً لا تفنى ولا تزول فيها الحور العين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذُّ الآعين وفيها جناتٌ وفيها أنهارٌ من عسلٍ مُصفَّة وأنهارٌ من لبنٍ لم يتغيَّر طعمه وأنهارٌ من ماءٍ غير آسٍ وأنهارٌ من خمرٍ لذَّةٍ للشاربين جناتٌ عظيمة جداً فيها فاكهةٌ كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة فيها ظلٌ ممدود وفيها الحور العين إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارًا عُربًا أترابًا لأصحاب اليمين فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر ذي الجنة جنة عظيمة والله زول لو عرف قيمة هذه الجنة وما فيها من النعيم والله هذه الدنيا لا تسوى عندك شيء ربنا قال عرضها السماوات والأرض أُعدَّت مجهَّزة أعدَّها الله تبارك وتعالى نُزُل ضيافة أعدَّها الله تبارك وتعالى لمن؟ أُعدَّت لمن؟ للمتقين أُعدَّت للمتقين وهذا أسلوب حصر يعني لا أُعدَّت إلا للمتقين ولا يدخل الجنة إلا المتقين قال تعالى تِلْكَ الجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مُنُؤْ مَنْ كَانَ تَقِيَةً إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعِيُونٍ فالجنة لا يدخلُها إلا المتقون ومن هؤلاء المتقين؟ قال تعالى في سورة يونس أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أصحاب الجنة الأولياء الصالحين وَلَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ مَا لَمْ تَكُنْ مَا لَمْ تَكُنْ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ دي معلومات فاقدِّنَّها لابد تسعى شان تكون وَلِيَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وما هي علاماتهم حتى نفوز بالجنة ربنا ذكر لنا بعض العلامات وبعض الصفات وصفات كثيرة قال الذين ينفقون في السراء والضراء ينفقوا كل أنواع النفقات المال نفق العلم نفق عمل الخير نفق الذين ينفقون دي من صفات الأولياء دار تبقى ولي من الأولياء الصالحين دي صفة من صفات أمسك فيها قوي ينفقون في السراء والضراء وكد عنده بينفق وكد ما عنده برضو بينفق إن في جابه في عشر مليون بيطلع ولو في جابه في عشر جنيه برضو شنو برضو بيطلع في السراء والضراء وقت الرخاء ووقت الشدة وقت الرخاء ووقت الشدة وأعظم الذين توفرت فيهم هذه الصفات الأنبياء ربنا قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات شوف وسارعوا إلى مغفرة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين الأنبياء كانوا يسارعوا في الخيرات النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس كما قال ابن عباس وأجود ما يكون كان أجود من الريح المرسلة قال وكان أجود ما يكون في رمضان لما يأتيه جبريل يدارسه القرآن ربنا قال الذين ينفقون في السراء والضراء دي صفة من صفاته والكاظمين الغيظ دي صفة من صفات الأولية كاظمين جنو الغيظ يعني لو غضبه فإنه يكظم هذا الغيظ لذلك لما جاء رجل إلى النبي الزعب السلام قال أوصني يا رسول الله قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب وليس كل الغضب مذموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب وكان لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله إلا إذا انتهكت محارم الله كما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فإذا انتهكت المحارم تغضب وهذا غضب ممدوح إذا وقع الشرك تغضب إذا وقعت البدع تغضب أما غير ذلك تقذم الغيظ والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس العفو عند المقدرة من أعظم صفات الأولياء والصالحين بيعفو وهو قادر إنه ما يعفو لكن برضو بيعفو العفو عند المقدرة دار من ذول حاجة خليها له ما لم يترتب على ذلك مفسدة إذا كان ذول بأكل قروش الناس وانت لو خليته حيمش يأكل قروش ذول تاني ما تخليها له في الحالة دي أما غير ذلك إذا ذول محسر خليها له أعفو عنه إذا ذول غلط في حقك أعفو عنه والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله يحب تبارك وتعالى حبا يليغ بجلاله وعظمته يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم دي من صفات شنو الأولياء إنهم أحيانا قد تقع منهم فعل الفاحشة والمعصية وده في ورد على الصوفية جهال الذين يزعمون أن الأولياء لا يعصون الله تبارك وتعالى فأين هم من هذه الآية الوالي الصالح ممكن يقع في المعصية ممكن يفعل الحرام ممكن يقع منه هذا الأمر الصوفية قالوا الأولية والصالحين ما بيقعوا في الحرام أصلا في قصايد قال مما نشأ أسمع البيض يمدعوا لهم في واحد صوفي هذا لا ولي ولا عنده علاقة مع الولاية أصلا مما نشأ قال قط ما عصى جد الرسول زوج عائشة قال تخيل معي مما نشأ قط ما عصى جد الرسول زوج عائشة كذب وهذا ما ولي ذاته والصوفية ما أولياء ليسوا من أولياء الله الصالحين تقال الشغلة ساي دار تلصيقه ساي نحن أولياء ما نلقى لك ها عندك بطاقة عندك إثبات إنك ولي من أولياء الله الصالحين في إثبات إنه شيوهك من أولياء الله الصالحين دال بأكلوا الكسرة أه إشان أكلوك لقمتين خلاس بقيتون ولي وزاته أنت البتبقي ولي أنت يعني يعني أنت البتبقي ولي وإنت البتبقي ما ولي أكلوك لقمتين هؤلاء اللياء صالحين جونب بزوقوا لك أنت شياطين ما أولياء إنت كان الموضوع في يدك إتا أنت البتغيم تقول داله أولياء ودال ما أولياء ودال كده ودال كده لا التغيم في القرآن وفي السنة الناس بيقعوا في الشرك أولئك ليسوا من أولياء الله الصالحين أبدا بعدين الولي قد يقع في المعصية الصوفية جعلوا المعاصي من الكرامات شو التناغط عندهم الشيخ يقع في المعصية ويقع في الحرام بل قد يقع في الفاحشة ويعتبروا أن هذا من الكرامات لهذا الشيخ كتاب النصرة العلمية لأصحاب الطرق الصوفية تأليف قال الأستاذ عبد المحمود نور الدائم كتاب الناس البكوركو ديلكم ما بعرفوا الكتاب دا ذاته ولا شافوا بعينه النصرة العلمية لأصحاب الطرق الصوفية تأليف عبد المحمود نور الدائم رجل طابت قال في هذا الكتاب وَرَأَى تِلْمِيذٌ شَيْخًا يَزْنِي رَأَى تِلْمِيذٌ شَيْخًا يَزْنِي فقال الشيخ للتلميذ دا النص الكلام النص فقال الشيخ للتلميذ وَإِنِّي مَا صَحِبْتُكَ وَهَذِي كَلِمَةُ حَقْ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلِ قال الشيخ أنا لما باريتك في الطريقة دي ما باريتك لأنك معصوم أنا عارفك ما معصوم أيها طيب قاعد ما لك لغاية دست قال وَلَكِنِّي صَحِبْتُكَ حَتَّى آخُذَ عَنْكَ سُلُوك سلوك شنو كل شيخ سلوكه ضربه دارت تشيل منه سلوك من وين إنت شيخ بيزني دارت سلوك شنو من زول بيزني قال له حَتَّى آخُذَ مِنكَ السُلوك فقال الشيخ نعم هكذا وإلا فلا انت حوار نجيط شفت الشيخ بيزني تأكل في بطنك وتعمل نايم لا تعترض فتنطرد اعترضت بتدوك شنو تاني لابتلين في المهيوبة لابتلقى لك فتة لابتلقى زلابية بيش هاي لبن تفوت طوالي تسكت زاي شفت الشيخ بيزني مشيها له شفتوا بسويا بيشرب خمرة اعتبر كركداء مشيها له عرفتها؟ دا موش يهود تصوف ولا أنا بتكلم من رأسي يهود تصوف لا تعترض فتنطرد كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل لا تقول أبدا لما أصو الشيخ ما تقول له ليه وسويت كده ليه الشيخ ولين عملت كده ديفي الصوفية ممنوع حرام من الكبائر عندهم دا من الكبائر أصو ما تسأل قال عبد المحمود نورة دايم الفنجري علق لك تهد دار يخمك دار يوهمك علق تهد بعد ما ذكر القصة قالوا أعلم أن هناك فرق بين معصية الولي ومعصية غير الولي شوف اللب والدوران قال لك الولي إن ارتكب معصية ماذا يزول العادي والمعاصي دي وهدي كان بيقى ولي ولا ما ولي في النهاية معصية ولا ما كده هو ربنا قال وعصى آدم ربه فغوى آدم عصى ولا ما عصى عليه السلام عصى فتاب الله تعالى عليه فاجتباه ثم هدى لكن في النهاية المعصية يا ها المعصية عبد المحمود قال واعلم أن هناك فرق بين معصية الولي ومعصية غير الولي ها الفرق شنو يا الفنجري قال أما الولي فيطلعه الله على المعصية كشفا فيرتكبها دفعها منا نشرح عليكم الولي على حسب كلام عبد المحمود نورداي قال بعين فوق في اللوحة المحفوظ بعين كده أيوة يوم طلعتاشر اثنين الفين وسبعتاشر أنا مكتب لي أزني بابد فلانة ابني فلان أصلا طالما الشغل مكتوبة مكتوبة أخيراً ارتكبها من الليلة فهمتوا يا أخوانا؟ هذا معنى منوه؟ معنى كلام عبد المحمود ورداي أنه الولي الله يوري المعصية يمشي ارتكب لما تجي تقول له أبو يا شيخ زنات له يقول لك أنت مع مسكين أنا معين أنت في اللوحة المحفوظ وليجيت أنه أنا مكتوب لي أزني يوم كده يا سلام أنت عارب أنا بأديه بنية وبقول لنا إذا هل تشوفت في اللوحة المحفوظ أنه أديك بنية الليلة ساعة ليلة أهل بيعلمونه؟ أنت بتشوف برق؟ أه؟ وكل كضب في كضب هو لو نحن بنشوف اسم اللوح محفوظ ليه؟ لو بنشوف ما في ذلك ينظر يا أخي في اللوحة المحفوظ لكن الصوفية افتروا وكذبوا على الله وعلى دين النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لهم بالمرصاد شاءوا أم أبوا؟ شاءوا أم أبوا؟ نحن لهم بالمرصاد أصو الكواريك ما أبتعي لشغالة والله ولا أبتعي المشكلة فيمتى الحاصل؟ فهنا ربنا قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أيها الولي يا أخوان ممكن يقع في المعصي لكن لو وقع في المعصي يعمل شنو؟ الله قال ذكروا الله نمر واحد يعني تذكروا عظمة الله تبارك وتعالى واستغفروا لذنوبهم قالوا استغفر الله العظيم لأنه ما منا أهد إلا ويقع في المعصي في الحديث القدسي في صحيح مسلم رواية أبي ذر قال الله تعالى يا عبادي إنكم تخطئون تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم ربنا قال ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله الآية دي فيها الرد على البرعي وين؟ برعي شيخ الزريبة في ديوال لك سلام مني يمدح في النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد يا حبيبي سلام عليك يا ميسكي وطيبي سلام عليك ما في مشكل لحد هنا ما مشكل قال يا كاشف الكروبي سلام عليك يغفر الذنوب سلام عليك كذبت يا برعي لأن الذي يغفر الذنوب من؟ الله تبارك وتعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله دا استفهام من الذي يغفر الذنوب إلا الله؟ الجواب لا أحد يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ما تصر على المعصية ما تصر بلغتنا نحن السودانية ما تركب راسك في ناس راسهم قوي والله من الناس الركبوا راس حتى هلكوا عبد الرعيم وقعنا البورع شغل زريبة كان ذلك راسه قوي خلاص والله العظيم والله راسه قوي قوة إن داروا قالوا لا ما تنادي الأولياء في الشدايط قال لهم بناديهم قال له يا أخي ما تنادي قال لهم بناديهم يا أخي حرام شرك بناديهم في كل قضية بناديهم يا أخي دي الأموات حيين ميتين بناديهم لقاك ركب راس زي هذا حتى هلك ركب راس ضمن هلك عرفته قالوا له يا أخي الطريقة دي ما من سنة وأمري مبتدع والصحابة ما عملوا طرق قال الطريقة أمسك فيها الطريقة لا تخليها الطريقة يدوب لها شوف ركب الراس ده كيف ركب راس بطريقة عجيبة جدا والله والله قال ولم يصروا على ما فعلوا الأولية لو وقعوا في المعاصي ووقعوا في في الفواهش فإنهم يتوبون من قريب ويستغفرون الله تبارك وتعالى ولا يصروا على المعصية أبدا ربنا قال أولئك لهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجره العاملين نكتفي بهذا القدر إن مدى الله تعالى في الآجال نواصل يوم السبت بارك الله فيكم السلام عليكم